بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة المهدان احنا دلوقتي كل واحد فينا لازم يكون عارف واقف فين لان الايام دي ايام حساسة ما بنحاولش نكبر الموضوع قد ما احنا كل واحد فينا لازم يكون عارف فين موقعه وبيعمل ايه واحنا لما بنجي نتكلم في حلقات يلا نبني واحنا نتكلم على اولادنا لازم يبقى علينا اي تغيرات بتحصل في نفسية اولادنا وفي نفسيتنا وازاي هيحصل انعكاس للي بيحصل ده على شخصيتهم وعلى المستقبل لازم اننا تبقى في وسط رسنا لان احنا عايشين ومكملين وعايشين مع الله سبحانه وتعالى ومع رسولي وعايشين في مدد الله سبحانه وتعالى فما ينفعش ان احنا عينينا تزوغ لازم نكون مركزين واحنا بنربي اولادنا في الايام دي واحنا بنعيش وبنشاهد مع اولادنا الاحداث بتكتر جدا جدا نغمة احنا لابد ان احنا نكون ملتفتين اليها لان النغمة دي قديمة ولكن الايام دي زادت قوي نغمة فيها انهزامية ونغمة الانهزامية دي من الناس اللي حوالينا بيخلي عندي اولادنا وعندنا وعند بعضنا يعني شعور باستغار الزاد والشعور بالخزلان والت الحيلة اللي بتخلي الواحد فينا حاسس بالعجز وهنا كنت لازم اقف لان رسول الله عنده توجيه واضح في هذا السياق انه هو علمنا دائما اي استعازة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكون معناها فقط ان هي ذكر ولكن ده لازم يتحول الى حياة لما رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اني اعوذ بك من العجز والكسل يبقى احنا عايزين دايما نحط مصدات ونؤمن قلوب اولادنا ونؤمن شخصياتنا وحياتنا من العجز والكسل من العجز فاي حاجة تقرب بنا من ناحية العجز هنقف لها بالمرصاد وعشان كده الشعور بالنزامية ده ممكن يفضي في نهاية الامر بالعجز احساس بالعجز وبالتالي بدل ما بنستثمر القلم ويكون لدور حقيقي في الإغاثة او المساعدات بنستهلك طاقتنا في ايه؟ في الشعور بالنهزامية والتعبير عنها والتعبير وتصدير فكرة اني مفيش فايدة او تصدير فكرة اني الكل خزل ويه مفيش حد هينصر القضية لا الانهزامية صفة بتخلي الإنسان يشوف الحياة من خرم إبرة فيشوفها ديقة جدا ويحرم نفسه من شهود نعمة ربنا سبحانه وتعالى وشهود حكمته في كل شيء ورحمته في الأوقات الصعبة والطاف والنازلة مع كل قدر من قدر الله سبحانه وتعالى يحرم نفسه من انه يتعلم ويفهم الدروس في مدرسة المعلم اللي بيعلمنا فيها مولانا سبحانه وتعالى الأجال كيف نتعامل مع كل ظروف الحياة وبالتالي لانهزامية تخلينا ما نقدرش نفعل ما أمرنا الله به وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ونفعل ما أمرنا الله به ولئن شكرتم لأزيدنكم فنحس وكأن في لحظة حياتنا بقت خالية من النعم وخالية من المدد وخالية من عون الله سبحانه وتعالى وده اللي عايزه العدو فاحنا بنعلم أولادنا أن في المستقبل سواء القريب أو البعيد يبقى المسألة عندهم صفة بتجعلهم يتأكلوا من الداخل وهم ما يدروش وهي صفة الانهزامية اللي خطر جدا على أولادنا لأنها بتخلي الإنسان يشك في وعد الله ومعيته وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيبه دعوة الداعي إذا دعا فإنه حاصل فيحس إنه هو الوحد ويحس إنه طب إذا حس إنه هو الوحد لازم يدور على حد هزمه حتى لو كان الحد ده يوقف معاه في الصف حتى لو كان الواحد ده هو اللي شايل القضية فنبتدي نأكل في بعض وبتخلي الإنسان يستظر نعم ربنا ومش بس وسعد بالربي أولادنا على الانهزامية لما بنصمم إنهم يكونوا نسخة طبق الأصل من أحلامنا ومن مرادتنا إحنا ابتدينا بإزاي الانهزامية في التعاون مع المواقف الحالية بتنشأ لكن ممكن إحنا كمان في بقية حياتنا نعلم أولادنا للانهزامية لما نخلي أولادنا يحسوا إنهم حياتهم ما تنفعش إنها تبقى طبق الأصل من حياتنا من غير ما نسمح لهم إنهم يعبروا ويجربوا ويتحملوا مسؤولية اختياراتهم على فكرة الوقت اللي إحنا فيه ده وقت مليان باختلافات بس اختلافات لازم نحترمها ونحتويها في حد عايز يعمل كده وحد عايز يعمل كده كل واحد بيحاول يعمل أشياء بس لازم الأشياء دي كلها ما تكونش بتهددنا كمان كتر الانتقاد وكتر العقاب وكتر الشكوى بيغرس في أولادنا الشعور بالانهزامية تربية الناس على الصراع بقى ودي حاجة مهمة قوي التدين الكمي ونموذج السخيف النموذج الوقح نموذج المحتل نموذج الصهينة اللي هو نموذج موجود وهو نموذج اليمين المتطرف عايش الناس دايما في الصراع للأسف هذا النموذج كمان ووجد مع التدين الكمي اللي بنا علاقتنا مع الله وعلاقتنا مع الناس وعلاقتنا مع الحياة بالصراع ولذلك لو حد لا أحد بيعمل موقف غير الموقف بتاعه لازم يصرعه ليه؟ لأنه لازم كل حاجة يبقى فيها صراع ما بين الحق والبطل مش مهم من يختلف أي اختلاف يبقى صراع ما بين الحق والبطل هو ده نفس الكلام اللي بيعمله كمان نموذج الصهينة اللي بأي حد يختلف معه ينفو من الأرض يبيدوه لما يدخل الإنسان دايماً في صراعات ويعايش نفسه في صراعات هو مش قده لازم يحصل له للنهزام فإيه اللي حاصل؟ فدخلنا التدين الكم إحنا في حياتنا فدخلونا في حاجة اسمها صراع الحضارات وبعدين صدام الحضارات عشان يعيشون إيه؟ في حالة من حالات البعد عن مراد الله فالصدام ده وتعليم أولادنا وتعيش أولادنا في صدام وفي صراع مش في التدافع اللي القرآن تكلم عنه لأن التدافع ده غير الصراع التدافع ده كل واحد فينا بيقدم شيء يدفع الحياة والحضارة والإنسانية إلى الأمام وعشان كده ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض هو ده التدافع هي دي سنة من سنة لله لكن مش الصراع أبدا التدافع ده ليس معنات دفع للسقوط وده اللي بيحصل دلوقتي وده مش حقيقي في الحياة الانهزامية ساعت بتنقل لأولادنا بتنقل لأولادنا أسوأ ما فينا لأن الانهزامية على فكرة بتتنقل بالعدوى لما يكون أفراد الأسرة بيفكروا تفكير الانهزامي طول الوقت فدايما متشأمين دايما خايفين من بكرة دايما طول الوقت بيشتكوا من الظروف دايما بيلموا المشكلات ويلموا كل ما يخلينا نيأس إيه اللي يحصل؟ أول ما يلاقوا تحدي يعظموه ويحبطوه مع إن حضرت النبي صلى الله عليه وسلم علمنا إن كل تحدي بيأبننا في مدد وعون وبشرة من الله سبحانه وتعالى في غزة الخندق مثلا لما كان الصحابة بيحفروا الخندق اعتدراتهم صخرة مش عارفين يكسروها وإن لي يحصل؟ فيمسك حضرت النبي المعوى ويقول بسم الله فضرب ضربة فكسر سلس الحجر وقال الله أكبر أعطيت مفاتيح الشام الحمد لله والله إني لأبصر قصورها الحمر من مكاني هذا ثم قال بسم الله وضرب أخرى فكسر سلس الحجر فقال الله أكبر أعطيت مفاتيح فارس والله إني لأبصر المدائن وأبصر قصرها الأبيض من مكاني هذا ثم قال بسم الله وضرب ضربة أخرى فقلع بقية الحجر فقال الله أكبر أعطيتم وفاتيح اليمن والله إني لأبصر أبواب صنعاء من مكاني هذا شوف حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وهم في إيه وإيه اللي حاصل وحضرة النبي صلى الله عليه وسلم بيبشره لا إنهزمية إنهزمية بتخلي أولادنا ضعاف الثقة في زواتهم وما يكونوش فعالين في الحياة ركنين مهارتهم وقدرتهم لأنه هم بيقولوا ما عندنا السقف ما عندناش مجال ما عندناش شيء نعمله لأنهم دايما خايفين خايفين من الشعور بالصغار أو خايفين من الرفض أو خايفين من العقاب وساعات كمان بيبقوا خايفين من عدم الانتماء والطرد من أي مكون ممكن يعيشوا فيه التربية عن الانهزمية يا سادة بتخلي أولادنا عندهم شعور عالي بالمظلومية وبتخليهم متقنين جدا لدور الضحية وأول حد بيقاسي دور الضحية ده ببساطة خالص إحنا لأن أولادنا إذا ملاقوش حد يعيشوا معاه دور الضحية بيعيشوا معاهنا وعلى فكرة اللي بيرب يجيل من الانهزميين إيه لا يحصل؟ على فكرة ممكن من الحاجات اللي بترب الناس عن الانهزمية إنه لازم يبقى شخص خالص بيور زي ما بيعمل التدين الكمي وكل اليمين المتطرب في كل حتة فأنت لو ما كنتش بتعمل كل اللي بيعمله السوبرمال ما بتخلطش ما بتوقعش في المعصية فإذا أنت وقعت في المعصية إيه اللي حاصل؟ ببساطة خالص أنت هزمتك نفسك يبقى ما فيش فايدة لا إحنا ما عندناش كده إحنا عندنا مولانا سبحانه وتعالى وعشان كده الناس دولة إذا خرجوا من الانهزمية هيعملوا إيه؟ هيبرروا لنفسهم إنهم ما بيعملوش حاجة ويعيشوا في التبرير ويرموا المشكلات على الآخرين ويعملوا الآخرين شمع عليهم فيبقوا جلدين إما لنفسهم أو للناس مشكلة الانهزمية إن هي بتجعل الإنسان مدمن للهروب فأول مشكلة يلاقيها يهرب منها وكمان بتحولوا لعطال بطال ما بيعملش أي حاجة بيفرغ طقته وكوته كله مش في العمل لكن في الكلام والكلام المر الكلام الإسود الكلام اللي يوقع ما يوقفش الكلام اللي ما يساعتش ما فيش حاجة تعجبه ويفضل ينشر الكآبة والانهزمية والانتقاد والنقد بالضاد وينشر ده على السوشيال ميديا ويعبر عن غضبه بكوفة الطرق اللي في الحقيقة توقف المراكب السيرة وتقلل من أي حاجة بتتعمل الناس لما تربط على إن الحياة تحت السيطرة بقت الحياة بالنسبة لهم كمان عب ومن أول مشكلة بيحسوا بالانهزمية لأن الحياة مش تحت السيطرة مفيش حاجة تحت السيطرة كله تحت رحمة ربنا لكن إحنا ما عندناش حاول وقوة إحنا عندنا لا حاول ولا قوة إلا بالله ولا حاول ولا قوة إلا بالله هي أصل الحياة وإحنا سعداء إن لا حاول ولا قوة إلا بالله وده سر اليقين عندنا والباب الواسع للأمل والباب الواسع للرجاء والباب الواسع للسعادة اللي إحنا بنعيش عليها ونتمنها إحنا في الظروف دي بابنا إنه لا حول ولا قوة إلا بالله طب وإنتوا أعديتوا أعدينا طب ولو قالوا إنهما عندهم كثرة إحنا برضو عن نستمر في التعليم وعن نستمر في التعمير لأن إحنا في الحقيقة هو دوت اللي كلفنا بيه مولانا وعشان كده من أشكال النهزمية العايش في الماضي والحصرة دايما على أيام الزمن الجميل ومن أشكال النهزمية كمان التفكير والعايش بالتمني من غير تخطيط ولا عمل ومن أشكال النهزمية كمان انتظار الفتح ولذلك دايما أنا بقول أني القاعد مشغول برؤية الخطر والعامل مشغول برؤية النعم ودايما بقول إحنا لو كان انتظارنا للفتح مش لأن الفتح ده هيجي فجأة ولكن الفتح ده إحنا بننتظر بمعنى أن احنا بنعمل وإحنا منتظرين أن ربنا يفتح حالينا ده معنى إيه؟ أن احنا وثقين من الفتح ليه وثقين من الفتح؟ لأن احنا في حضرة الفتح سبحانه وتعالى وهو كريم ودود لازم نعلم أولادنا هذا المعنى وعشان كده لازم نقولهم لازم كمان يتربوا على أن من أشكال النهزمية أن الواحد يكون خزان أحزان وطبعا الظروف اللي احنا فيها دي عايزهر فيها أساتذة تخزين الأحزان في بعض الناس بتقيسي الإنسانية بدرجة الهم والغم اللي شايلينه لا احنا محتاجين نخزن نخزن أنوار لا احنا محتاجين مش نخزن أحزان احنا محتاجين نخزن أنوار ونخزن أمل ونخزن رحمة وتكافل وبرك وعمل هو ده حسن الظن بالله حد يقول لي وانت مش عايزنا نحزن ما حصلش احنا مش عايزين ننهزم مش عايزين نكتائب احنا عايزين نكون على مراضي الله استعن بالله ولا تعجز نحن لا ننهزم ليه؟ لأن النصر بيد الله والنصر من عند الله ولذلك إلا حاصل وإحنا اتكلمنا عن توسيع مفهوم النصرة ولذلك احنا محتاجين نربي أولادنا على الاتزان لأنه هو المسؤول عن المناعة الإيمانية في أولادنا اللي بتساعدهم أنهما يشوفوا ويعيشوا دايما في كل الظروف بإن ماذا؟ الله لطيف بعباده ويعيشوا بيه؟ أن الله سبحانه وتعالى بيمدنا كل كل أن نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محزورا فنحن نعيش بالمدد نحن نعيش بأن الله سبحانه وتعالى كتب أرزاقنا إحنا عايشين بماذا؟ إحنا عايشين أليس الله بكافي عبده؟ إحنا عايشين استعن بالله ولا تعجز استعن بالله تجد وتجاهك وعشان كده أهلنا في فلسطين وأهلنا في غزة أفضل من يعلمنا معنى الإيمان وإحنا عايشين ده الإيمان اللي بيجعلهم يعيشوا بشجاعة في الدفاع عن أرضهم وأرضهم والإيمان اللي بيجعلهم يعيشوا بثبات فرغم انفطار قلوبنا على اللي بيحصل فيهم من هاول لكن بيقوموا وإحنا كمان في ظهرهم وبنمدهم وبنقوم بدورنا وإحنا بنعمل كل اللي في وسائنا مع تعنط غريب وإجرام لا مثيلة له وغنوع من أنواع الخصة التي نمنارها خصة في أجل صورها في أظهر صورة لها سواء من العدو من الصهاينة أو كان حتى من كل الناس اللي كانوا مفروض يكونوا داعمين للإنسانية وقيامها وبيتخلوا عن الإنسانية وقيامها يا سادة الاتزان بيعلم أولادنا الحكمة وتحويل الألم لطاقة عمل واستثمار الأحداث الصعبة إن الواحد يخرج من أحداث دي وهو قد أخرج أجمل ما فيه الاتزان بيعلم أولادنا الديمومة استمرارية العمل بأمل وإن لو حصلت أي نوع من أنواع المسببات للانهزامية هو واقف ثابت فده مش معناه أي نهاية للحكاية بالعكس بتبقى دي بداية الحكاية وإن لو القيامة قامت إيه اللي حاصل؟ هو مكمل مكمل لأنه عبد ممدود مبسوط له الرزق من الله حضرة النبي صلى الله عليه وسلم علمنا إن إذا قامت الساعة وفي يدي أحدكم فسيلة فليغرسها وعشان كده تعالوا نقول لأولادنا حاجات أو أن رب أولادنا على جملة من الإجراءات مهمة جدا 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 أول شيء لازم نعرف أولادنا إن ما يكتبوش نهاية الأشياء بعيديهم دايماً أي حاجة أي عصرة بتحصل له لازم تقول لابنك كده لازم تقول له الحقيقة إن دي عصرة إن ده ظرف صعب ولكن الظروف الصعبة مش جاية عشان إحنا نعمل إيه عشان نعجز الظروف الصعبة جاية عشان نزيد من عملنا ونزيد من أماننا ولازم مع كل ظرف صعب نزود مهارة جديدة في معرفتنا بالحياة إيه أكتر مهارة ممكن نزودها في معرفتنا بالحياة في الحالة اللي إحنا فيها دي أن العمران وأن البناء واجب على الإنسان في كل أوان لازم نعمر ولازم نبني عشان أي حد محتاج للعمران والبناء يلاقي حد عمر مش نلاقي كل حاجة تدمرت ولا كل حاجة نتهت فالعمران واجب في كل أوان لازم نعلم أولادنا ده وده أول درس اللازم نعمله ده الحاجة التانية نشجع أولادنا إن هم يخرجوا أجمل ما فيهم خلوا أولادكم يخرجوا أجمل ما فيهم وساعدوهم على ده وربوهم على قيمة المسئولية واجرسوا فيهم أن قيمة الإنسان بأن يكون معمر منتج مش مستهلك المعمر المنتج ده بيبقى هش ويبقى قريب وسهل للنهزمية وسهل أنه يوصل للنهزمية ثالث حاجة كمان علموا أولادكم سلسية العبد المتزم اللي هي أول حاجة المواظبة على الأخذ بالأسباب ودوام الرجاء في فضل الوهاب واليقين في حكمة الله وأنه يرزق بغير معادلة أو حساب لو عيشنا أولادنا بهذه المعادلة بهذه الإجراءات أولادنا يكونوا في حالة اتزان ويخرجوا من أي هوان ويخرجوا من تراكم الأحزان إلى التمسك بمدد الرحمن اللي هو بينزل علينا في كل أوان يا رب اجعلنا قادرين على أننا نكون من أهل السبات ويكون أولادنا كمان ينتقل إليهم نور هذا السبات فيكونوا دائما ممن ساروا إلى الله وكانوا داعمين وكانوا فاعلين للخير فلا ينهزموا ولكن يهزموا كل عدوان وكل إحباط بالخير والرحمة والجمال بالعبادة والعمران والتسكية احنا فضلين سبتين على قيامنا وسبتين على الحق وسبتين كمان على دعمنا وعوننا لإخواننا الأشقاء أولادنا لازم يتعلموا أن سباتهم دا مش لحظة أن سباتهم دا سبات حياة وأن الحياة مش ملكة أحد لأنها بتوهب من الأحد ونحن نتمسك في حقنا في الحياة حياة كريمة حياة مرفوعين الرأس لا نخفض رؤوسنا إلا لمولانا ونسعى دائما إلى أن نعمر الحياة بمدد ونعم مولانا سبحانه وتعالى بعد الفاصل نلتقي بحضراتكم عشان نجيب على أسئلتكم مباركة ولكن بعد الفاصل رجعنا لحضراتكم معنا صفحتنا على الفيسبوك صفحة بنامج ولا تعسروا اللي بنتلقى عليه أسئلتكم مباركة وتفضل جسر نقبل فيه على الله سبحانه وتعالى على مجالس العلم فنذوق حلاوة مدده سبحانه وتعالى وتوفيقه لنا يا رب جعلنا دايما محل مددك ونورك يا رب العالمين أول سؤال عندنا أن هذا الأستاذ محمد من الأقصر أستاذ محمد أول سؤال عندنا أن هذا الأستاذ محمد من الأقصر أه أستاذ محمد يعني بعد ما أسمع سلام حضرتك كمان بس تكرمني بأن حضرتك توطي لو سمحت صوت التلفزيون لو سمحت إزاك يا دكتور نعم وفضل الحمد لله يا رب ربنا إن شاء الله ينصر أخواننا في فلسطين أولا حاجة يا رب أعاوز دعاء زوجتي تعمل عملية وظروف في الزائلة ربنا يجمع لها بين تمام الأجر والعافية ويديم عليها الساعة والفضل والنعمة ويجعلها في كنفي وفي حفظه يا رب يا رب أنا مدرس أصلا بخش الفصل ما فيش استجابة ما بطلبه خلص أنا مدرس الأزر عفك طيب ما فيش استجابة خلص ليه يعني ما فيش استجابة استجابة ليه الطب ما فيش استجابة منه طيب فين سؤال حديك يا أستاذ محمد السؤال أنا بشرح وما فيش استجابة منهم هل أنا كده في وزر مني خالص إذا كنت بص أقول لحديك أنت أقول لحديك علي عليك وزر ولا لا وأقول لحديك تعمل إيه أول حاجة فيه سؤال تاني طيب لا لا شكرا دكتور طيب أستاذ محمد أول حاجة أستاذ محمد ببساطة خالص وبسهولة أول حاجة لو أنك بذلت ما عليك وأنت شرحت للأولاد أنت ليس عليك إسم ليه؟ لأن في الحقيقة أنت ليس عليك أن تحقق النتائج ولكن عليك أن تقوم بما أنت علي خلاص؟ خلصنا من دي؟ لكن إيه اللي تعمله بقى؟ اللي تعمله أنت لازم تطور نفسك فيه مهارات في التواصل لابد أن هي تكون عندك مش بس فيه مهارات للتواصل كمان فيه مهارات فيه معارف جديدة بتكون في المعلومات تتعلق بالعلم إحنا محتاجين نعرفها المعلومات دي بتخلي الأولاد أكثر شغفا في تعلم العلم فيه طرق للتدريس مهمة كمان نعلنها يبقى فيه ثلاث حاجات أول حاجة أن احنا نستمر في التعلم يا أستاذ محمد تاني حاجة نروح نزود مهارات التواصل عندنا ثالث حاجة احنا محتاجين نطلع على آخر حاجات موجودة في العلم عشان كمان نقدم لأولادنا أساليب جديدة فيه كمان تلقي المعلومة إذا عملت ده أوعدك أن الأولاد عايستفيدوا منك ويهتموا مهما كانت المادة أنا أعرف ناس كتيرة في مواد صعبة على الناس ومواد كتير من الناس ما بيحبوهاش لما عملوا اللي أنا بقول لحضرتك ده تغير الحال جدا جدا ربنا يوفقك ويجعلك دايما من أهل الحرص على نفع الناس يا رب معانا الأستاذ صابرين من إينا أيوة أنا سهلا صدالي أستاذ صابرين حضرتك كنت بسأل بس لأنني كنت أنا أبويا متوفي بقاله سنة ونص رحمة الله وربنا يجعله إن شاء الله في فاسح الجنات يا رب فأنا حلمانا به حلم الله يخليك فأنا حلمانا به حلم يعني ومش حلو يعني شوية ولا حاجة ما تحكوش بس أول حاجة ما تحكوش ما تحكيش الحلم ده وفي نفس الوقت ارقي ولا ظهرك ولا يحصل أي حاجة والمفروض كنت لما تقومي تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وتدفولي عن يسارك ثلاث مرات لأن هذا والعزب الله قد يكون من الشيطان انسي ربنا والد حضرتك نزل ضيفا على كريم ودود لطيف رحيم وقد أقبل عليه من باب واسع اسمه أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله بابي وأمي صلى الله عليه وآله وسلم فهو مقبل على الله سبحانه وتعالى بباب واسع من أبواب الرحم فأنت حسن الظن في الله ويسيبك من كل هذه الأحلام وإن شاء الله ربنا يكرمك وإن شاء الله يفتح عليك الدكتور حلمي من الأسكندرية السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إزاي حضرتك يا دكتور عم بخير والحمد لله أهل ونساعد بك يا دكتور حلمي أنا بس تفسر عن حاجة كده بسيطة صد حضرتك أنا سن 72 سنة وربنا قرمني وقضيت فريدة الحج إن شاء الله لما وصلت المدينة سألت مفت المدينة أقل حديث في القدسي إن ربنا عند حسن ظن عبده بي فاعتمد على الله وإنه الحج ليهم اللي الاتنين ولكا مثل أجراء فأنا عايز أسماء إن هل الحج تم ليهم بإذن الله ولا لو في مقدرة تاني أطلع لحد تاني منهم طيب وخلينا بس نقول إن إن شاء الله الحج وقع الحمد لله الحج صح صح إحنا سؤالنا دلوقتي إنه أنت كنت بتحج بالبدل يعني بتحج نيابة عنهما لأنهم غير مستطعين تمام فأنت هو وقع عن واحد منهما ويكون وقع للأسبق منهما في الكلام فإذا استطعت حج عن التاني لأن ما ينفعش لو كنت أنا بحج عن واحد حج عن واحد بس لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه فرق كبير جدا من السواب يعني إنت لو سألتني يا دكتور حلمي قبل ما تنوي كنت أقولك حج عن نفسك نف وقل اللهم هب مثل سواب حجتي لأبي وأمي ليه؟ لأن هما لما توفوا غير قادرين على الحج لا مديا ولا جسديا أن هما ما كانش الحج يواجب عليهم فأنت لما حجيت عنهم لما حجيت عنهم إيه اللي حصل؟ لما حجيت عنهم هما ما كانوش محتاجين حد يحج عنه أما وإن حضرتك حجكت عن واحد حجكت حجة ونويت واحد منهما فيكونوا للأسبق ويمكن أن نفتح حضرتك ونقول أن الحج وقع لك أنت وعليك الآن أن أنت تقول اللهم هب مثل سواب حجتي لأبي وأمي ينفع ده لكن هو الصحيح أن أنت إذا كنت نويت أن أنت تحج عن واحد إذا كنت تنوب عنهم تنوب في الحج عن واحد منهما ما ينفعش الاثنين لأن الرسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاء وضح الكلام في النيابة في الحج فقال له الرجل جاء قال لبيك عن شبرمة لو أن يجوز الحج عن الاثنين ما كانش رسول الله قال له لبي عن نفسك ثم لبي عن شبرمة لكن قال له إيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سؤل عن شيء في الحج إلا وقال أفعل ولا حرك ما كان عرف عنه الحرك يقول إيه لبي عنك وعن شبرمة لكن ما قال لهش كده قال له حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة يعني في السنة القابلة يبقى إيه اللي حاصل يبقى الحج وقع بالنيابة عن أحدهما أو أن الحج وقع عنك ولك أن تقول اللهم أبمي السوابي ما حجكته لأبي أو أمي أنا أرى أن الأول منهما وقع عنه الحج خلاص أن أنت لما قلت نوايت وأحجه عن أبي خلاص هو وقع عن أبيك في الأول ويبقى لك أن أنت تحج عن والدتك ربنا يبارك فيك يا دكتور حلم نعم أستاذة أمنية أستاذة أمنية تفضلي أيها السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله بركاته بقى حضرتك بفضل ونعم الحمد لله السلام عليكم بس أنا عندي سؤالين تفضلي أستاذة أمنية معايا لسه أيها معايا حضرتك يبقى محتاجة أن أنت توطي التلفزيون شوية وتسمعيني من التلفوني أستاذة أمنية ماجه حضرتك حضرتك أنا جوزي خليف طلاق علي في شيء ما فأنا بس هو ما وقعش الطلاق لما نفي يعني ما قترتش الطلاق أو أنا ما وقعش يعني فأنا عايزة أعرف كفرة قد إيه عشان يعني كنت عايزة الحاجة ديت فأنا عايزة أعرف قد إيه كفرة يدفعها عشان عشان أخدها يعني آه أنا كده فهمت يعني أنت دلوقتي أنت موقعتيش الطلاق لكن عايزة سبعيني طيب سبعيني أنت موقعتيش الطلاق بس أنت عايزة توقعيه فعايزة تدفعي الكفارة عشان الطلاق ما لا عشان لا 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 حضرتك هو قال لي أنا هدهالك بالمزاجي فهو ما تدالكيش لغاية دلوقتي بما تاخدهاش آه خلالي لما تفعي الكفارة هبقى أقولك لا بس أنا أقولك حاجة إحنا في مسائل الطلاق يبدو كده أن واضحة وبص يا جماعة أو ده نموذج ليه ما بنفتيش في الطلاق على الهواء بص عليك لازم زوج حضرتك لازم أفهم اللفظ اللي قاله إيه يبقى لازم أفهم هو قال إيه لأنه ممكن يقول هطلقك لو عملت كذا دي لها حكم أو تكون يطالق لو عملت كذا قال إيه حكم أنت حضرتك ما قلت ليش هو قال إيه فلابد أن إحنا نسمع لفظ الطلاق عشان نفتي على لفظ الطلاق الذي صدر من فمي المطلق اللي هو الزوج ولازم نعرف هو قال إيه ما ممكن يكون قال حاجة ما لاش دعوة خالص بالطلاق وانت بتعتبريها من الطلاق يبقى إحنا لازم نسمع خليه حضرتك يتصل بنا ويتصل بمئة وسبعة فضل الإفتقال المصرية عشان نعرف حكم الطلاق لازم نسمعه عشان نحقق في اللفظ اللي هو قاله فيما يتعلق بالطلاق نعم أستاذ أحمد من السويسي تفضل أستاذ أحمد وعليكم أستاذ أم ورحمة الله وبركاته أستاذ أحمد وعليكم أستاذ أم ورحمة الله وبركاته أستاذ أحمد تفضل لو سمعت حضرتك أنا والدي والديتي متوفية بألها السنة الله يرحمها ويجعلها في فسيح الجنات يا رب ويجعل قبرها نورا وبركة وفضلا يا رب يا رب طب حضرتك دلوقتي قبل ما تتوفى تتعبت يعني تتعبت كنا ما كانتش تقريبا بتاكور تشرب وبدأت تعمل حمام يعني بس أنا مكنتش عارف اللي هي خلاص يعني كده اللي هي خلاص بتودع فأنا مكنتش عارف فعلى عليها وزراء أو زند يعني أنت بدلا أنت بدلا الأمت اللي تستطيعه يا سيد أحمد أنا عارف إن الزروف دي بتبقى في بعض الأحيين لما يكون حد مرتبط بوالدته وبينهم صلة بيبقى تقيل عليه جدا جدا أن تكون والدته تتعب التعب اللي حضرتك وصفتولي ده في نهاية عمرها فساعات بيحصلوا كده النفس الأمارة بالسوق بتروح عاملة حاجة وأنا بحذرك تخلي بالك منها لأن صدمت ما بعد انتقال الأحبة ممكن النفس الأمارة بالسوق دروح داخلها وبواضح حاجة بواضح حاجة إيه؟ أن تخلي الإنسان يحس أنه هو كان مسؤول عن عناءها أو تعبها أو مرضها سيد أحمد أنت مش مسؤول عن حاجة إذا كنت قمت بالواجب بتاعك تجاه والدتك وكلمتي قمت بالواجب تجاه والدتك ليس معناه أن أنت لو كنت عملت لها أكتر من كده كان امتنع عنها الأزى وكان امتنع عنها الوجع وكان امتنع عنها المرض لا ده قادر ربنا سبحانه وتعالى فيها وإن شاء الله أنت ليس عليك إث وإن شاء الله ربنا يكتبها في فسح الجنات وهدي بالك هدي بالك لأن أحبابنا ما بيروحوش للعدم دراحوا أنا أسألك سؤال لو هي قالت لك أنا رايحة أتناعم عندي مولانا كنت أتقول لها لا أنا عايزك جنبي عشان أنا عايزك تفضلي معايا هنا هي راحت عند السيد الكريم سبحانه وتعالى فإهدأ وحس إن الظن في الله سبحانه وتعالى وأرسل الله لهدايا من الصداقات والعمل الصالح والدعوات إن شاء الله تكون سعيدة كده أكتر ممكن أنت تكون حاسس بالوحدة حاسس بالوحشة ليها لكن كل دوة لو تيقنت إن هي الآن إن شاء الله في كرم الله أظن ده كله أعيزه لعنك يا سيد أحمد نعم أستاذة فتحية من القاهرة أيها براما عليكم تفضلي يا أستاذة فتحية زي حضرتك وعليكم السلام وقلنا حدوثي أنا عنتي بنت أخويا كانت تتجوزت طبعا كنا بن جوء يعني كانت ليسا مرغوط في السن القانوني فطبعا المعزون بعد ما تدفل السن القانوني بيدينا لأنت تتجوز وكده فالمؤمن إن هي خليفة ولد وبعد جاءتها وفت معي حضرتك؟ أوه سامح حضرتك وفت فهي دوقتي هي اللي أفلث معي فدوقتي لما جدت روحتي أسأل في دار الإفتة إن نرى داتي فلثت عامل فيها فعلت الأم بتاخد نصيفها والزوج بياخد نصيفه بس الولد يعني قد نصيفه الولد وبس بعت عامل شهادة ميلاد فدك الولد عامل في خامس سنين بحضرت عامل شهادة ميلاد إحنا طلع عاملنا عزيب تجواز خلاص عام عزيب تجواز بس مش عاطين نعمل شهادة ميلاد فدك الفلسي لما أعمل فيها إيه الفلس دايات إن الله وإنها راجعون حزبه والله ونعمل أكيد اللي بيجوازه البنات صح صح حزبه والله ونعمل أكيد استني بس سيبيني طيب سيبي الكلمة الكلمة اللي في قلبة أقولها بنا عايب ونقول له حتيت أرى مع حضرتك إحنا أطلاً يعني هو المواصي هو يعني إحنا المدوقة المريد عنينا لدي أخويا بتوفي طيب خلينا أجاوب على حضرتك أجاوب على حضرتك أجاوب على حضرتك بصوا جماعة المراس ملوش دعوة بوجود وثائق وعدم وجود وثائق ده ابن المتوفية وله حق في الميراث سواء كان فيه وثيقة ولا ما كانش فيه وثيقة بدل أنت هتزعلي لو أنا أقولت الكلام مثلا أنا أقول عشان أنصح الناس شايفين النتائج شايفين نتيجة إيه إن الناس بتزوج القاصرات فإيه اللي حاصل البنت اتجاوزت وللأسف ما تحملتش الإيه ما تحملتش أعباء الجواز فماتت الله يجعلها في فسيح الجنات ويسامح اللي عملوا فيها كده فتوفيت وبالعافية طلعه أسيمة الجواز وطبعا الولد مش عارفين يطلعوله شهادة ميلاد فالولد كانه عدم الولد كانه مش موجود واحد من الورثة مش عارف يورس وهو في أمس الحاجة للمال عشان الناس للأسف مش قدرين يفهموا أني لا يجوز إن الناس تعمل كده في أولادها لازم نتقل الله سبحانه وتعالى في أعراضنا وفي أولادنا ما يصحش لا يجوز ده يبقى الولد ده لمراس آيه لمراس سواء طلعنا شعادة أو ما طلعنا الشهادة يفضل المراس ويفضل الشهادة دي موجودة يفضل الشهادة دي لغاية ما يطلع بس هو ياخد مراسه هو مستحق للمراس؟ نعم استحقاقه للمراس لا علاقة له بماذا؟ لا علاقة له بوجود وثيقة وعدم وجود وثيقة لأنه دوات ابن ابن بيولوجي لهذه المرأة ابن نسبي لهذه المرأة ده لو كان لواحده كان ياخد كل التارك فلازم هذا يارث ولا يجوز منعه من المراس تحت دعوة إنه ما فيش وثيقة ما فيش شهادة ميلاد لي لا نطلع شهادة ميلاد ونسبت الكلام ده ووالده يسبت نسبه ويطلع له شهادة ميلاد إن شاء الله إذن يا سادة المسألة دي المسألة الأخيرة دي مؤلمة موجعة فلازم نتقل الله سبحانه وتعالى في أولادنا ما نبقاش جايين نتكلم عن إن إحنا ما نربيش أولادنا على الانهزامية ورب أولادنا على إنهم عبارة عن آلة عبارة عن لعبة لا أولادنا عزاز علينا لازم نحترمهم ونقدرهم ولازم نحافظ على حياتهم إن الانهزامية على فكرة ما بتجيش للإنسان فجأة الانهزامية دي ممكن إنسان تربع عليها إحنا أحرار أقوية بمدد ربنا سبحانه وتعالى وبعزمه وببركته وبنظره إلينا سبحانه وتعالى إحنا في حمال الله سبحانه وتعالى أوه أتخافوا إن إنتوا تعلموا أولادكم الكرامة وإن هم يسلبوا طولهم فتخافوا عليهم لاحسا ما يقدروش يعيشوا بيها لا هيقدروا يعيشوا بكرامة ويقدروا يعيشوا بهم صلبين طولهم ويقدروا يعيشوا بعزة وده هيفضل طول الحياة مهما كانت الظروف عايشوا أولادكم على العزة وعلى إنهم عزتهم بالله سبحانه وتعالى والله لا يتغير ولا يتحول فعزتهم بالله ستكون ثابتة ومدد ربنا سيكون معهم على الدوام يا ربنا اجعلنا دائما من أهل السلام ومن أهل النعم ومن أهل الفضل ومن أهل التمسك بالقيم على الدوام يا ربنا يا علام اجعلنا في أمانك في كل وقت وحين واجعلنا دائما من الأتقياء ومن الصالحين في كل وقت وحين ترجمة نانسي قنقر ازباه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر